بمناسبة الحج المسيحي إلى مزاري سيدة الجبل وضمن التغطيات الأسبوعية المستمرة التي تقوم بها نورسات للكنائس والمؤسسات الدينية والأماكن التاريخية في مناطق ومحافظات المملكة زار فريق مكتبها بالأردن بلدة عنجرة وتحديداً كنيسة ومزار سيدة الجبل وأعدت تقرير التالي محافظة عجلون تقع شمال غرب الأردن تتميز بتضاريسها وطبيعتها الجبلية المتباينة الارتفاع وبغاباتها ذات الأشجار الحرجية الكثيفة تتمتع بتقصها المعتدل الجاذب للسياحة المحلية والعالمية يا كنيسة يا مجيد أنت هي بيته وفيك ننتقل الإله ونستمد منه الحياة نصل اليوم في سلسلة حلقات كنيسة لبلدة عنجرة التابعة للمحافظة لنسلط الضوء على كنيسة ومزار سيدة الجبل للدين فهذه الكنيسة تأسست عام 1932 أقيمت على أنقاض كنيسة أثرية قديمة تعود إلى القرن الرابع الميلادي تجولنا داخل الكنيسة المزينة بمراحل درب الصريب المرسومة على جدرانها وبجانب جرن المعمودية وجدنا مجموعة من ذخائر القديسين من الدرجة الأولى لينال منها المؤمنون وأبناء الرعية البركة والشفاعة تعاقب على خدمة الكنيسة ورعيتها العديد من الكهنة منهم الأب يوسف سلام راعي الكنيسة الحالي ويتبع رهبنة الكلمة المتجسد حدثنا بإجاز عن بدايات تأسيس الكنيسة وتاريخها العريق ومزارها المقدس الذي يحج إليه الآلاف من المؤمنين كل عام لينالوا بركة سيدة الجبل العضراء مريم عنجرة مذكورة في الكتاب المقدس باسم المسبح العهد الجديم وصفر الملوك وبحسب التقليد الكتاب المقدس أنه يعقوب مر من هنا من عنجرة من عندنا وكمان الملك داود إيجا على عنجرة بحسب التقليد الكنسي المسيح هو العضراء مريم إيجم على عنجرة بعد العمات في نهر الأردن لأن احنا عارفين الكتاب المقدس أنه المسيح بشر في العشر مدن فبعد ما اتعمت في نهر الأردن طلع على عنجرة عشان خاطر يكمل على جارش وفلادلفيا والكليسة اسمها سيدة الجبل لأنه بيحكى كمان التقليد أنه لما يجى المسيح يجات معه مريم وكانوا بيقودوا هون على تلة الجبل وبيشوفوا ناحية تانية من الضفة مريم كلمة عبرية بالعربي سيدة سيدة الجبل الكنيسة تبنت تقريباً سنة 1925 كان دائماً في مسيحيين في عنجرة أول خوري كان أبونا أنجلو هو إيطالي هو اللي بنا الكنيسة وأبونا أنجلو توفى في عنجرة هو وامو ومثلينهم اللي كان عندنا في الدير مزار سيدة الجبل المجاور للكنيسة تأسس من قبل الأب المرحوم يوسف نعمات أحد كهنة البطرياركية اللاتينية كتكريم منه للسيدة العذراء حيث يعد ضمن أهم المواقع الخمسة الرئيسية التي اعتمدها الفاتيكان لتكون وجهة للحجاج المسيحيين القادمين من كافة أنحاء العالم بس يمكن يكون هم إيشي عندنا في المزار هو تمثال ماريام تمثال عذراء ماريام هاي تمثال عمره تقريباً 200 سنة مصنوع في إيطاليا سنة 2010 واحدة من الرهبات مع أولاد المدرسة كانوا ينظفوا المزار زي دايماً شافوا إنه التمثال بيغض الوش بيغض شوية طبيعة بشرية وبيبك دم الرهبة بدأت تمدد هنا الناس من برع عشان يجي يدخل يشوفوا الأولاد يفضلوا يشوفوا التمثال ويصالوا ناس كتير شافت الدم وهو موجود بنازل على وش العادرة عمالنا التحليل معروف إنه دم بشري دم طبيعي بشري 100% ما عرفناش الفصيلة بالزبط بس من هاي اللحظة وناس كتير بتيجي هون وناس كتير بتيجي تصلي وكتير بتحصل معجزات احنا كل اسبوع أو كل شهر بنسمع عن قصة جديدة من حد كان مريض وشيفي في شفاة العادرة بيجي ناس كتير مش بس مسحيين لاتينة أو كاتوليكة أو ارثوذوكس بيجي كمان من كل الديانات تقريبا بيجي هنا على المزار يصالوا عند العادرة ويوب أدوه خدمتي في الكنيسة تقريبا من أربع سنوات شغلنا مع الرعية في القدس اليومي والسجود والقدس في المزار كمان في الأعياد ويوم الجمعة بيصال دائما قدس هون حاجة تانية في المزار مهمة انه كانت السنة الماضية سنة 2017 سنة الرحمة البطاركية اختارت كمان انه عنجر يكون فيها باب للرحمة في هاي السنة استقبلنا كمان كتير ناس مسحيين حجاج كان كل بيجي وبيعترف وبيصال القدس وبياخد بيحصل على الغفران اللي هو كان سنة الرحمة في عندنا كمان لايكونات هادول هادول رسمهم فناني بريطاني وهو حبي يظهر حياة المسيح على ضوء أسرار المسبحة الوردية فنشوف أسرار المجد أسرار الحوز في كمان هنا أسرار الفرح وأسرار النور فلما بيجي السايح أو بيجي الحجاج دائما والحاجة بيعملها بيصال عند العذر بوالعو الشام ودايما الناس بيجي هون بيكون دائما في نعمة خاصة دائما الناس بيحكي انه في نعمة في حاجة لمسيتهم ومش بس كمان المعجزات بتحصل على مستوى لوردن لكن كمان في ناس بارة مجرد انهم عندهم الصورة بتاع سيدية الجبل أو بيصالوا الصالوة مردو طلب نحن ولعلهم شامعة ودايما بيكون فيه اشي فوق طبيعي بيحصل فيه مؤجزة بتحصل بتعاليمك المضيئة أنت سيراج الطريق وبأسرارك النفيس تعود أهمية مزار سيدة الجبل تاريخيا بأن السيد المسيح ووالدته القديسة مريم قد أمضوا فترة وجزة في أحد كهوف عنجرة وكان السيد المسيح وتلاميذه يتنقلون بين مدن أرشليم وصولا للهر الأردن مرورا ببلدة عنجرة بك تجدادت حياتنا وولدنا من جديد يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل لديد ملجأي في كل لديد ترجمة نانسي قنقر